لبلقيس وهي تسافر في تفاصيل أيامهم صدى أفراحهم وأوجاعهم لأنها بلقيس صوت اليمنيين لم يعد هذا الاسم يحمل عراقة التسمية فحسب بل صار رمزا يحمل هم الناس كل الناس ثلاثة أعوام من الجهد الإعلامي الشاقي والمثمر هو عمر قناة بلقيس منذ انطلاقتها رسميا في الحادي عشر من مايو من العام الفين وخمسة عشر لتحتل صدارة الإعلام اليمني كأول قناة إخبارية ثلاثة أعوام وهي تمضي ملتزمة بخط تحريري اتسم بالشفافية والمصداقية أصرت على البقاء بجانب الإنسان وما يحيط به رغم محاولات ثنيها وإخماد صوتها ترغيبا وترهيبا كانت فضاء متسعا لكل الأصوات المختلفة والمتباينة تميزت بجرأة الطرح ومهانية الأداء وقدمت مضمونا يحترم عقل جمهورها ومشاهديها منذ أن اتخذت من صوت اليمنيين شعارا لها صارت جزءا من يوميتهم إذ كان سقفها الإنسان وحدودها مبادئه وقيمه وبناء على ذلك اختارت مواضيعها التي كانت شائكة ومعقدة ومحاطة بكثير من الخطوط الحمراء أفضل وأقوى ما في قناة بلقيس هو السقف المرتفع للحريات لطرح مواضيع كانت خطوط حمراء لدى المشاهد سوى اليمني أو الإقليمي هذه بلقيس أو هكذا أريد لها أن تكون صوت حر سقفه الحقيقة وهدفه الإنسان تنقلت بين القضايا الإنسانية وأزعاجت الكثير عاشت ظروف الحرب في كل مناطق اليمن ورصدت أوجاع اليمنيين دمارا وحصارا وأوبئة ومعاناة نقلت ووثقت كل الأحداث خارج اليمن عاشت مع الطلاب ومعاناتهم والعالقين وصعوباتهم واللاجئين وأوضاعهم في كل البلدان بلقيس التي انطلقت في 11 فبراير من العام 2015 قبل أن تدشن مرحلة جديدة من البث بتغطية كاملة على مدى 24 ساعة مطلع العام 2017 بأخبار على رأس الساعة وخارطة برامجية مباشرة ومسجلة توسعت القناة وصار لها إذاعة وموقع إلكتروني شامل ومنصة إلكترونية باللغة الإنجليزية تعنى بنقل الانتهاكات للعالم بالقيس التي جاءت في ظرف عصيب شهده البلد ابن انقلاب ميليشي الحوثي وصالح على الدولة أخذت قرارها بدون تردد بخوض معركة استعادة الدولة عملت في ظروف بالغة التعقيد وقدمت الشهداء في سبيل الحقيقة أغلقت ميليشيات الحوثي مكتبها في صنعاء نحبته وقامت بتدميره فلم يتنها كل ذلك عن الاستمرار في العهد الذي قطعته فقررت العمل وإطلاق البث من خارج البلد كان مجيء بالقيس خطوة مهمة لكسر العزة التي فرضتها ميليشيات الحوثي على اليمنيين وكان عليها أن تتجاوز العمل من خارج خارطة الأحداث والجمهور معا عبر شبكة واسعة من المراسلين بالقيس التي ولدت من رحم الثورة وكان حضورها امتدادا لإرادة فبراير تخوض اليوم معركتها من أجل استعادة الدولة ثلاثة أعوام انقضت من عمر ما زال في بدايته فهل بدت بالقيس أقوى وأوسع؟